اشتركوا في القناة 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 من فعل لا اسم من صفة لا اسم من ظرف الى اسم من اسم الى اسم هس راح تقول شين الاسم الى اسم من الجهة بعدين راح تشوفون من اسم الى اسم فهاي الفكرة ما يقلك انو الاسم لازم الى شرطين الانفلكشنال قلنا اس التملك مفاجمع وكذلك اس الجمع وكذلك عدنا الديروفيشنال مورفيمز اللي هي الاضافات تضيفها الى كلمة وتصير اسم هاي معلومات عامة زيان هس هو يقول انت قلت له هاي الاسماء اللي تقبل هذاني اي يصير غير اسم يستقبل هاي الامور يعني مثل يصير غير اسم مثل فعل او صفة تاخذ اس التملك لا نقول لا ولكن عدنا حالة معينة اللي هو جاي يقول هنانا accept the phrases او accept for phrases العبارات يا عبارة العبارة الاسمية شوف هاي the queen of england's address فستان ملكة انجلترا نشوف هنا اس التملك موجودة الولا ايه اذا اجي طلاب the queen of england لحة england بدون الاسوء الكومة the queen of england ملكة انجلترا هاي نانو فريس عبارة اسمية صح؟ العبارة الاسمية هنا اش خذت؟ اس التملك فهنانا مو لا فقط اسم يلا ياخذ اس التملك عادي عبارة اسمية تاخذ اس التملك هي ها الملاحظة بس انو احنا مو قلنا الاسم ياخذ اس التملك ايه؟ عادي العبارة الاسمية تاخذ اس التملك شون هس هاي؟ the queen of england هاي عبارة اسمية خليتوا هاي اس التملك وورا الأستة ملوك تعرفون أنتم بعد الشي المملوك درس فستان فستان ملكة إنجلتا عدنا بعد فكرة اللي هي هاي حفظوها تراتيجيكم بالامتحان متأكد readjustment of context هاي حفظوها شيني معنى readjustment of context هنأخذ الجملتين وراح توضح وتكم يا هسا منا شراحيش ما راح تفهمونه شوف لهاي الجملتين the author seems tired or the author seems tired خلنا اللون أخففه هذا شوف the author seems tired the authors seem tired يقول ركز لي على الاسم وين الاثور الكاتب يبدو الكاتب تعبان أو الكاتب يبدو تعبان وين الاسم author الكاتب والseems فعل والتايرد تعبان صفة هاي يقول ركز لي على الاسم بالجملة الأولى وركز لي بالاسم بالجملة الثانية بالأولى author مفرد بالثانية جمع صح؟ ايك وركز لي على الفعل بالجملة الأولى seems به أس الشخص الثالث ليش أس الشخص الثالثين الفاعل author مفرد الكاتب بينما هناني أس الشخص الثالث انحذفت ليش؟ لأن هنا عندي الفاعل جمع authors في أس الجمع فاضح؟ نافق ماكو أس الجمع لأن الفاعل هو مفرد بالتالي يخلى أس الشخص الثالث ايهناني الفاعل authors جمع بالتالي الفعل ما ياخذ أس الشخص الثالث حالي نوضح تمام ايهنان فكرة طلاب ايقول اذا الفاعل مفرد صح؟ ايه؟ والفعل شبيه؟ أس الشخص الثالث ايقول اذا تقدر اتغير هاي الجملة يسوي الفاعل المفرد جميع والفعل اللي كان ياخذ أس الشخص الثالث يسويه مجرد هي هاي معنها نريد جسمة أوف كونتكس انه أعيد صياغة الجملة عد ما أعيد هنأعيد لكم الفكرة أكثر عد ما الفاعل اللي هو مفرد author الكاتب هي مفرد ايه؟ اذا سويها جميع تقبل الجميع هاي نقطة رقم واحد والفعل هناك بالمفرد هو مو أخذ أس الشخص الثالث ايه؟ من سويت الفاعل أنا بقعد جميع وهذا الفعل اللي كان ياخذ أس الشخص الثالث أخليهم هاي الكلمة جميع راح أتأس الشخص الثالث أقول هي هاي ريد جسمة أوف كونتكس يعني عد ما غير الفاعل والفعل الفاعل من مفرد إلى جميع والفعل من كان ياخذ أس الشخص الثالث إلى شنوه؟ فعل مجرد بدون ما ياخذ أس الشخص الثالث هيو هاي رجسمت وكونتكست فالدكتورة ممكن شي تسوي يجيب لكم ذنة جملتين وعلى فكرة يعني هو هاي كاتب الملاحظة يقلك اوثا الكاتب الكلمة يعني is an noun هي اسم ليش اسم because it can be changed to the plural in the same position يعني يقلك الاوثا قلت انا اسم لانك كده يغيرها من مفرد شوف من مفرد المن الى جمع بعد شي يكمل with the adjustment of هانا عيتها with the adjustment of seam ما عادت صيغة seams شبيها السيمس سويت لها انا to its plural form حولتها من السيمس الى seam واضح اي هي هاي فكرة الدكتورة اش راح تسوي ممكن تجيب لك هاي الجملة وهاي الجملة يقلك differentiate ميز بيناتهم او compare شي سوى انت اوه شي تقله هي هذا السبب نفسه مثل ما موجود قدامك author is an noun phrase because it can be changed to the plural in the same position with the adjustment of seams to its plural form هذا السبب معنا زين راح تقل لك الدكتورة هنانة هنا هذين الجملتين يحتون على تيست اختبار شي يسمونه هذي الاختبار اقول ريجسمة كونتكست او شي سوى الدكتورة تطيك هاي الجملة the author seems tired وبين قوسيا تكتب لك المطلب هذيها عيد صياخته شي سوى انت شوفوا الجملة الفاعل شنوا هو كيد الفاعل تطيك يا مفرد كيف سوى انت بس الفاعل تجيبها نفسه تخلي مثل ما هو تخلي هنا بس اضيف لأس الجمع ضفت لأس الجمع الفعل نارا اش راح تشوف بأس الشخص الثالث ما دام انت هنا سويت تجوع الفاعل الجمع هاي أس الشخص الثالث تروح من الفعل فنزلها بدون أس وصفها نفسه تنزل هاذه المطلب منك هاي اكثر صيغة تجيبها اليك ممكن لك الجملة ودقيلك من قوسيا readjustment readjustment of context أي صياغة الناس تحول الفاعل الى جمع والفعل يتوخر منها أس الشخص الثالث وتكمل الجملة زيان اشعدنا بعد عدنا تمرين هنا او قبل التمرين شوف له هاي الجملة hair brother may author a new biography هس هنا الجملة hair brother اخوها هاي الفاعل may author عبارة فعلية هاي ها قول a new biography هاي الأوبجكت هستم راح الصفنون تقول author ما مساقط اسم شوف كلمة author مرة تصير اسم ومرة فعل مرة تصير اسم ومرة فعل اهنانا hair brother gonna subject الفاعل هاي عبارة اسمين on phrase هاي الأوبجكت اجت من مكان السبجكت may author هاي عبارة فعلية verb phrase عبارة فعلية العبارة الفعلية من هي تتكون من فعل مساعد وفعل رئيسي may فعل مساعد اللي هنه يسمونه model axillary الموضع اللي هنه يهل can could may might will would shall should يسمونهم model axillary تاخذون بالثاثة بالتوصيل author فعل رئيسي author فعل رئيسي هنا ممكن دكتورة يجيبك ياها الجملة اه او قبل لا شون يجيبك ياها الدكتورة هنا معنى الجملة شنوا here brother اخوها may author ممكن يألف a new biography ممكن يسوي له سيرة ذاتية جهزة او كذا هيجي فهنا author اجت بمعنى يؤلف فعل دكتورة ممكن نجيبك هاي الجملة ويجيلك author اهنان اسم طب هاي الجملة قلها غلط هنا author فعل وليس اسم شوف هو كاتب لك سبب جوه يجيلك author كلمة author ليها موجدة هنانة can not be made plural in this position إيلك ما قدر اجمع كلمة author بهاي الجملة ليش and hence is not a noun لين كلمة author هنانة مو اسم هنا فعل زيان راح يسألنى واحد يم تعرف اسم ويم تعرف فعل شوف اذا اجت الكلمة في بداية الجملة شوم الساعة the author the authors هاي اسم تجي في بداية الجملة اما اذا اجت بعد الفاعل اقول فعل وين الفاعل هذا عندك هذا الفاعل وهي العبارة الفاعل ما تلقى المي بتلقي هيرو برادر author او author يخليها اسش الشخص الثالث باعتبار author هنا فعل هيرو برادر مفرد فذا مفرد لازم الفاعل الشياخد اسش الشخص الثالث فقلت هيرو برادر author اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطة جديدة وين الاسماء مو العبارات الاسمية الاسم وينه الاسم الاسم عندك president رئيس وبلان خطة بين الاسماء شا سوي president اكتبه هنان وبلان اكتبه هنان الوضع حلو الحقل الثالث شنو في المه هنان اكتبي ارقام شنو ارقام اسعد فوق شوف يقول لك اول شي has positive morpheme يقول ياابا هاي الاسماء لا استخراجتها انت اذا اسم باس التملك has positive morpheme اكتب رقم واحد اللي هو رقم هذي اذا الاسم باس التملك اكتب رقم واحد هذا كمثال بسيط هذا ماذرز بها اس التملك نكتب مقابل رقم واحد هي بس هاي الكلمة بها اس التملك اثنين اثنين شي يقول بيها هاز plural morpheme يقول ذا الاسم لقيتها جمع اكتب رقم اثنين رحشوف ماذا الكلمة جين توريس هاي جمع بها اس الجمع اكتب رقم اثنين النقطة الثالثة شنو في المه هاي الفكرة كلها هاي اللي هي adjustment of context هياها adjustment of context هاي يقول ذا الاسم بالجمع لقيتها مفرد يقول انت من تشوف الاسم مفرد خم من ببالك قول هذا الاسم المفرد يصير يسوي جمع لو ما يصير اذا يصير يسوي جمع قول رقم ثلاثة اكتب لي رقمها انت هنا يعني غيرت من مفرد الى جمع مثلا انا هاي استخرجت الاسم الاول president of plan اجي اصفن هاي president رئيس و plan خطة بين اس التملك لا هذا رقم واحد ما كتبه president of plan ذني جمع لو مفرد ذني مفرد يعني مو جمع حلو اذن مادام مو جمع هاي رقم ثاني احذفها من بالي ما لها سبتورال مورفيم بهن اس التملك لا ما بيهن يعني يعني هاز يعني هاز بوزسوف مورفيم رقم واحد احذفها من بالي شبق عندي رقم بس رقم ثلاثة اكتب مقابل رقم ثلاثة اللي شنو معناه رقم ثلاثة انه هاي الاسماء president هو بلان مو مفرد ايه ايصير اسويها الجامع اقول مثل president رؤساء plans خطط اذا هيصير احاولهم من مفرد الى الجامع اقول رقم ثلاثة انه ممكن اطبق عليهم الو اختبار adjustment of context اكتب رقم ثلاثة مقابلهم لانيصير من مفرد الى الجامع هاي هي بس شوفوا الجملة الثانية بيها جين تورز اسم والامبرلا اسم the جين تورز had not seen the umbrella اجي اكتب الجين تورز بالفراغ الاول والامبرلا والفراغ الثاني الفراغ الثالي شكتب بيه شوف جين تورز جمع لولا جمع شكتب فوق رقم ثنيا هذا شكتب هنا راح يشوفون التوم هنم سعدني راح يشوفون بلهاية الكتاب كاتب لكم رقمين يعني هناش كاتب رقم ثين فارزة رقم ثين اللي من يقصد بها هاي جين تورز اللي هي تشمل هاي لكتور مورفين اجي اللي من الامبرلا امبرلا شمسية مفرد لو جمع مفرد يعني مو جمع حلو اذا رقم ثين احذفها من بالي زيان بيها استثمالك لا اذا رقم واحد حذفها من بالي شبقه رقم ثلاثة اللي هي هاي مفرد ممكن يسوها جمع امبرلا شمسيات صلو ما يصير اي اكتب رقم ثلاثة فهنا رح شوفون مكتب رقم ثين ورا رقم ثلاثة ورقم ثين يرجع من جين تورز ورقم ثلاثة من الامبرلا نفس الحالة واياما واذا الكلمات البقية كونسيلور هنا وكذلك ابروش اسم هاي بلان بمعنى فعل ما يبلان عبارة فعلية هاي ما يفعل مساعد وبلان فعل رئيسي معباركم بلان خطة هنانا اسم لا هنا اجتوا مكان الفعل معناها يخطط ذني كونسيلور وابروش استخرجتهن ذني ثهم مفرد اي شرح تلقون المكتوب رقم ثلاثة وبصفة رقم ثلاثة بنهاية الكتاب هايش ثلاثة فرزة ثلاثة يعني شيني ذني ثنيا الكلمتين هنا مفرد ممكن يسوهن جمع اقول كونسيلور وابروش عادي عدنا بعد اللي وراها اللي هي الانت وكذلك الصن ذن الاسماء استخرجهن ذن الانت والصن كذلك ثلاثة بوينت ثلاثة يعني ثلاثة فرزة ثلاثة الانت عم مفرد وكذلك الصن الابن مفرد ممكن يسوهن جمع اي ممكن فاكتب رقم الثلاثة ورقم الثلاثة اما هاي الماذر اصطلاب الويز ماذر هاي الالويز هسي ظرف التكرار ماذرز هنا ترى بمعنى فعل معنى فعل خفوا عبالكم مو تقولون هاي اسم لا ماذرز هنا فهاي الجملة فعل الدليل شلون ماي آنت عمتي وحدة بالتالي الفعل لازمش ياخذ اث شخص الثالث فهاي الاسم ومات الجميع خفوا عبالكم مال شنوه الفاعل لين كان مفرد الفعل بالتالي شاخذ اث شخص الثالث فماذرز هنا شنوه فعل وليس اسم الجملة الاخيرة عندك الماذرز هاي اسم والكيك اسم ذني ثين هن اجي كتابتهم الولا والثانية الارقام ماذرز بها اس التملك اسعد فوق اس تملك اللي ها وين هي رقم واحد فاكتب هنا رقم واحد فارز الكيك هنا اسم مفرد يصير يسوي جمع اي يصير فاكتب رقم ثلاثة هاي هي بس هاي كمنا تعطيكم الفكرة والفوق هس خروح الفكرة ثانية هنا طلاب عدنا مجموعة كلمات يقولين الكلمات ترى جمع من الشوف يقولين يجمع وين هي الكلمات اللي هي كلوذيس ملابس قدس بمعنى بضائع مو القد جيد لا قدس معنى بضائع فيتالز غلاسيز أوتز بحانس بيلر سيزر ثانكس ذني اسما كلوهن جمع كلوهن جمع ذني خاب اجيب لك هان ديكتور تقول لك ذني مو فرق قول لا ذني جمع واضح الفكرة تعالي هس هنا جو هنا شوفوا طلاب انتم مصفنوا على الجموال ذني شين الفرق شين الفرق حس الاختلاف فقط ممكن دكتور اجيب لك اهم اجيب لك فرق او 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 بينما هنانا بيوريتي هاي شنو ناون اسم شو عرفتها ناون اسم طلاب خلوها ببالكم اي كلمة اي كلمة مهما كانت الكلمة حتى ذا ما تعرف معناها اذا انتهت بمن اي تي واي بدون ما افكر قبل اقول اسم شكوا كلمة تنتهي بال اي تي واي اقول اسم بدون ما اعرف معناها مهما كانت لوق خمسين حرف وبالاخير اي تي واي اقول هاي الخمسين حرف وال-I-T-Y كلها اسم فإذا قاتل قارن أقلها In the first sentence بالجملة الأولى A pure كلمة pure is an adjective هي صفة But ولكن In the second sentence في الجملة الثانية A purity يعني كلمة purity is an noun هي اسم هاي هي بس شفت؟ تعالي هنا وعلى فكرة طلاب هذا ال-I-T-Y شي احتبره لحظة احتبره inflectional و derivational derivational دي مون بلش الثمانية زين هاي الإضافة جت فينا هذي كلمة اللي هو بالبداية اللي هو بالوسط بالأخير يعني شو تكون prefix loan fixed و suffix suffix يعني ممكن أقول derivational suffix هاي إضافة derivational suffix يعني إضافة فينا هذي الكلمة هي derivational نصعد بعد هاي الحاجة كلمة نحتاجة تعالي هنا أنا هس رح يدشش هنا طلاب اش عدنا راح يشوفون هاي مجموعة كلمات هاي كاتب لك فوق ركز كاتب لك source verb وهنا مقابل لك derived noun شيني معناها معناها يقول لك هاي الأسماء اللي من نانية ذني جوه كلهن شين هو ذني source verb ذني هن بالأصل أفعال بالأصل أفعال بعدين صار لهم drive noun هاي الأفعال سويناها أسماء شلون سويناها أسماء طفنا لها أضافات صارت أسماء شلون write يكتب writer صارت اسم مضفت لها أيار نفس الحال هنا مثلا خلنا نجي ناخد مثال عندك accept يوافق فعل أسويها اسم acceptance صارت اسم إيش ضفت لها هنا طلاب ركزه ضفت فقط اللي هو ance صارت اسم تروح الجملة الثانية أو الكلمة الثانية achieve يحقق أو ينجز أسويها اسم achievement achievement يعني هناش ضفت فقط المنت وصارت اسم أروح بعد أخذ مثلا break يكسر هاي فعل break age ضفت فقط age هنا مو بمعنى عمر لا هاي إضافة derivational فصارت من فعل لا اسم واطلاب هذني شوفين الكلمات هذني كنها الأفعال لحد من تنزل هاي كلهي لحد source adjective هاي تعوف لحد هنا هذني كل هنا أفعال كنها أفعال وهذني منها كنها أسماء نفس الكلمة ذنهن نفسهن ضفتين أضافات وصارت أسماء فأنت ذني يا عزيزي شون تحفظهن الكلمات ذنكين حفظا يعني دكتور شو واحد جيب لك يجيبك سؤال كامل أو فرع لا هو سؤال كامل مثلا تنطيك هاي الجمل acceptance arrival assistant مجموعة كلمات شو تقل لك نطيني source verb ما لها شو تسوي لازم حافظها تيجي acceptance شو نفعل ما لها accept تتب accept arrival شو نفعل ما لها arrive assistant شو نفعل ما لها assist أو تجيب لك بالعكس الدكتور تنطيك accept achieve وإلى آخر تقل لك نطيني derive down ما لها يعني شو نسويها أسم أنت لازم حافظها تقول accept تصير acceptance achieve achievement راح تقول ذنك كلمات هاي أنتم يومية حفظوكم مجموعة يعني هسا الليلة شو تسوون حفظو هاي الفوق ذن وباشر حولوا اللي بعدها اللي بعدها وإنها ذن ياهن هناش كاتب لي source adjective يعني يقول ذن الكلمات هنا بالأصل موفعة ذن الصفات source adjective هاي الصفة ضفنانها أضافات وصارت شنو اسمها derived now شلون مثلا big big بمعنى كبير صفة ضفت لها شنو ن اي دابل اس صارت اسم brave شجاع صفة bravery شلون ضفت لها ry صارت الشجاعة اسم هذن الصفات جاي ضفن الله فاي صنع اسم نفس الطريقة اللي طبقناها فوق الطبق هنا تحفظ انت source و derived جيبك مثلا دكتورة بيقنس تقل لك هاي اسم انطيني source adjective مالتها يقلها بك اول عكس صحي ننزل بعد انتم هس حفظوا هذن الفوق منفع لا اسم اليوم وباتر روحوا المن هاي ما source adjective منصف لا اسم اي تعال هسا النوع الثالث يقل لك source noun derived noun هسا من اسم الى اسم هاي اللي مساعدتكم بها ركزو له هو اسم وضيف لأضافة هم يبقى اسم نفس يعني مثل هذا يعني كمثال بسيط book مو معناها كتاب اسم اي booklet كتاب كتاب مثل نفرض 400 صفحة كتاب فدخ 21 صفحة زين كتاب مو اسم اي وكتاب اسم الولا اسم هي هاي هنا صغير تدللت المهم هو بقى اسم نفس عادي مراتك وكلمات يعني هي اسم وضيف لها بعد اضافة تبقى اسم نفس نفس هنا book كتاب booklet كتاب آجية قارة اسم آجين آسيوي advocate advocacy ذني اسم ممكن دكتورة تقول لك آجين انطيني source noun وما لها يقولها آجية نفسي حالة والبقية هاي شنو عدنا طلاب اللي هي ما اسم انا واخر ذني اي اصعد فوق بعش عدنا مو بس هاي هاي source noun ودرايف نو بس نجد ثلاثة ذن نفس الحالة ذن يكون الاسما ضغطين اضافات صار اسم drive now ينحفظا كما هن ينحفظا كما هن ولكن عدنا هنا استثناء هذا تركز به الدكتورة واعتقل سيلته بالمحاضرات اذا هاي الحلقة اذا هاي تركز على هاي دكتورة ذنين الكلمات الشاذة شوف نهاية كل جدور راح نلقى هاي يقول the same noun phomic suffix شيني معنى noun phomic suffix معناها اضافات noun phomic suffix معناها اضافات ذنية بالاخير اللي جاي يحول من فعل لا اسم من صفة لا اسم من ظرف لا اسم من اسم لا اسم هاي الاضافات يجاي يستخدمها في سمية لحول كلمة لا اسم هي هاي noun phomic suffix اضافات اخراوية سوي الاسم شبه هالاضافات are sometimes attached تقول هالاضافات ممكن تلمس منه ركز الباون stem يعني ما تجوا يكلمة تجوا يباون stem شلون يعني خلني مثلا ناخذ كلمة هو كاتب لك دين تيست و تيلور هس الواحد من يشوف كلمة دين تيست يقول طبيب اسنان لا عزيز هاي دين دين هاي اذا قلت لك الدكتورا مين تتكون اقل هيا باشوف دين تلحد تي هاي الباون stem اللي هاي الباون stem هذا الباون stem اللي هو كلمة دين وحط دين وحط ما لها معنى من اقول دين لها معنى ما لها معنى زين هاي الباون دين يم تكون لها معنى عدماتج وإضافة ثانية وين هالإضافة الثانية؟ فقط الإضافة اللي هي IST هاي الإضافة مادام دخلت عليها إضافة صارت كلمة dentist لها معنى فالدكتور شا تسوي؟ راح تقل لك dentist أمين تتكون؟ قلها dent high bound stem والIST شا قلها؟ هقلها noun from suffix يعني أضافة يعني أضافة آخروية بصفكس ونان فومنك تكون لي اسم أنت بكيفك؟ تقلها noun from suffix أو تقلها derivational suffix أي واحدة صح بالنسبة لل-IST تقلها derivational suffix أو noun from suffix أي واحدة صح نفس الحالة والتايلر تايلر tail high bound stem ال-or الإضافة فهاي ال-tail ال-stame أو bound stem أقول ما لها معنى وحدها يم تصير لها معنى من تجويها أضافة يا هي الأضافة ال-or هاي ال-or شا قل عليها؟ يام ما أقول derivational suffix أو أقول noun from suffix أي واحدة بس تعال ناخد التمارين التمارين سهل طلاب شوف شريد ما عندك ناط الله بس هو يقل لك يا بأنا بكل جملأ أكو اسم ولكن هذا الاسم مو تروح الأسماء العلم جون وعلي وأحمد لا 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 روح الأسماء اللي بيها أضافات شريد منك مطيك أنا فراغين الفراغ الأول تكتب الكلمة بدون أضافة فراغ الثاني تكتب الأضافة شلون يعني؟ أجي هنا أنا إنه قطلوا جيم موز distressed by his fail يعني يقول جيم ما كان قلق بالنسبة للفشل ما له أجي أنا وين الأسماء؟ واحد راح يقول جيم اسم وفيلة الفشل اسم أنا جيم ما العلاقة بأسماء العلم لا روح الأسم اللي بي أضافة وين الفيلة؟ الفيلة شا اكتب هنا أنا؟ أكتب الكلمة الأصل ما له هنا أنا وهنا الأضافة من هذا الكتاب راح تلقون هيتش محلولة شكاتب هو؟ هاي كم تفيلة الأصل ما له كان فيل اللي هو فعل هذا فيل وراش ضيف يشتقونك وخط يعني معنها هاي أضافة آخرا ويا صفك سيتش يتوى نفسها فراغ الأول الكلام اللي بدون أضافة وهنا الأضافة روح المثال الثاني مثل the payment was not large هسه هنا اللي يسموه هنا payment شا سوي؟ الأصل ما له راح تلقونه شتون هو محلول؟ هنا مكتوب pay والأضافة اللي هي وينها mint mint هاي دوم أضافة ايج تلقونها؟ بنفس الحال طلاب تطبقون وين البقية؟ تجو هنا شكو اسم مثل assistant هنا سيلة شو مساقنا السيلة؟ منين جاي من سيل والأضافة الثانية يصير OR ايه هنا ترحون بعد الكاتشور منين جاي من الكاتش والأي ار الكولوجين هنا الليك ايج عندك بعد يا هاي الريفورميشن discovery amusement عندك بعد يا هاي sickness هاي السكنيس ببينة متكون من السيك والنس يعني هاي الكامل الأصل وهاي الأضافة عندك ذنة كم نقطة هاي طلاب؟ ذنة عشرة وهنا عندك العشرة الثانية البقية نفس الطريقة نعم مثل رفيوز جاي منية من رفيوز والأضافة عندك بعد يا هاي البقية تكمل نفس الحال البقية هاي مثلا هاي شوفوا طلاب child hood منين جاي child طفل والأضافة hood فالطبق على بقية الجمع النفس هاي الطريقة هاي كمنا طلاب عندك الأسماء هاي ما كان لقى بها الحج هنا فعلي منها self verbs الأفعال الأفعال طلاب شنو في المهم شوفوا واش كاتب لك هنا يقول لي يا با الأفعال لها خمس أشكال خليها ببارك الأفعال لها شقيت خمسة أول شي الستيم يعني كلمة تكون مجردة الفعل يكون مجرد هس أنت الأسماء بأشيلها من بالك الأسماء هس شغلنا وإلى أفعال وإلى أفعال الأفعال لها خمس أشكال أول شي الستيم يعني الفعل يكون مجرد ما بيلا أس الشخص الثالث لا ing لا ايذي لا تصرف ثالث كل شي ما بيستيم هنا present third person singular يعني أس الشخص الثالث فشوفوا انت rise المثال rises هذا مطيق مثال rise present participle ing هس الain جي ما الماضي مضارة ما العلاقة المهم من الفعل ياخذ ing مثل rising أي past tense الماضي البسيط مثل rise شصير بالماضي rose past participle تصرف الثالث rising كم شكل خبعت هس الريز خمس أشكال فذن يسمونهم التصاريف الفعل الستيم واس الشخص الثالث والain جي والماضي بسيط وكذلك تصرف الثالث تعال هنا هس أشعرنا يقول يابي مثلا عدة استثناء شوفوا هنا عدنا ثلاث كلمات وحفظوه النص كلمة cut يقطع يقول كلمة cut يقطع ما لها خمس أشكال شلون يعني يقول cut هياها هيا الاستيم مجرد ايه cuts الشخص الثالث cutting الain جي يقول الماضي والتصرف الثالث شبيهن نفس الاستيم cut نفسها وحنا ذا ذكرونه بالمحاضرة السابقة شرحنا قلنا إذا كلمة لها يعني أشكالها مش شافة نعتبر أو نحسب كأنما هي واحد يعني الاستيم المجرد والماضي والتصرف الثالث cut نفس الشي نحسب واحد نقول نوع واحد أو شكل واحد ويل اس والاين جي صارا نشكال ثلاثة فيقول يعني الفعل مو قلنا خمس أشكال بي اس الشخص الثالث آين جي وخمس أشكال غير يقول إذا الكلمة أو إذا الفعل ياخذ على الأقل ثلاث أشكال على الأقل ثلاث أشكال أقول فعل مثل كلمة cut إلها ثلاث أشكال بالأسل شخص الثالث والآين جي إذن الشكلين والشكل الثالث مشابه بالماضي البسيط والتصرف الثالث والستيم الكات مو إلها ثلاث أشكال إيه واعتبرتها فعل إذا هو عدي قاعدة يقول الكلمة إذا إلها بالقليل أقشي ثلاث أشكال أقول عليها فعل أربعة أشكال فعل خمس أشكال فعل بالقليل ثلاث احتمالك يورد قللك لا الكلمة لا إلها الشكل لأن أعتبرها فعل أقول لها غلط أقشي ثلاث بعد ش عندك هنا منطيك مثال ثاني يقول لك مثل كلمة يغادر إلها أربعة أشكال يقول لك هنا الستيم الشخص الثالث والآين جي ذن ثلاث غير ودبارتت هاي الرابع شين هي هاي دبارتت يقول لك الماضي وتصف الثالث نفس الكلمة دبارتت ودبارتت بعد منطيك مثال خامس اللي هو كلمة break يقول لك لها خمس أشكال break breaks breaking و broke و broken بالماضي وبالتصريف الثالث فعاد فسالكلمة اعتبرها فعل يمت إذا عدتها ثلاث أشكال فما فوق أقل من ثلاثة ما اعتبرها فعل أصعد لفوق شوف لهذا المثال هذا المثال سهل مطيك جمل ومقابل هنا فراغ وهنا فراغ شريد منك خنشوف هاي هو اللي حالها ونحل نفسها جيم لوست هز سلايد رول أجانة الفعل هو مسوي لك مائل يعني شاء الله كيكون فقط ولي المائل لوست شاي سوي لها لوست هناك كاتب لك رقم أربعة هنا شنو معنى الرقم هنا الرقم معنى كم شكل لها انت شي تسوي تعال أصفن قولي لوست هي شكانة لوس المجرد لوس أس الشخص الثالث لوزن هنا ب آين جي والرابع لوست شوف والتصريف الثالث لوست فكم شكل أربعة المجرد الستيم هو أس الشخص الثالث والآين جي ذنب ثلاثة غير الرابع وينه بالماضي بتصف الثالث نفسها لوس فأربعة أشكال كتب أربعة هنا شي يكتب زمن الجملة هنا أجي زمن الجملة شنو past tense كتبت ماضي بسيط فهاي الفراغ الثاني يكون فقط على الزمن وهنا الرقم فأنت من تروح هناك بناتكتاب وشوفوا الحال هنا الرقم معنى شنو كم شكل وهنا الزمن نفس الطريقة طبقها مثلا خلنا اجي هنا عندك هاي الجملة أولى the president meet the leaders of the parade أو parade أجي وين الكلمة المالة هاي meet هاي ترى الماضي ما المن ما الميت يلتقي اي أجي أنا أقول هاي past tense عيد هاي الكلمة نفسها هنا خوش الميت كم شكل إله أول شاكل الميت الام دبل اي تي هاي المجردة meet بها أس شخص الثالث meeting هاي آين جي والميت والميت نفسها بالماضي وبالتصريف الثالث نفسها فكم شكل أربعة أس الشخص الثالث واحد والستين من مجرد اثنين والآين جي ثلاثة والنوع الرابع وينة بالماضي وبالتصريف الثالث بالتصريف الثالث بالتالي شاكتب هنا رقم أربعة نفس الحالة وبقيت الجمل هنا تكتمل كما هنا واضح طلب ناون ضفتان أضافات صار ندرايت فعل صار نفعل شلون كلمة باث يقول هاي اسم منا حمام بيث يستحن جي ضفت لها فقط ايه صارت فعل بيوتي جمال اسم بيوتفاي وجمل وجمل شنو فعل فانتشكوا كلمة شوفها منته بيما بالآي أفو يقول فعل نفس الحالة وبقية الكلمات ذن هنا source adjectives اقلق ذن بالاصل كانت صفات دورايت فعل سويت فعل هاي الصفات ضفت لها أضافات صارت فعل شلون مثلا كلمة سيف من أقول سيف معناها يحفظ صارت شنو فعل فمن أقلب الافلا في صارت فعل فحولت منصف الافعل سولت سولديفاي منصف الاف فعل جلتكم هاي اضافة اي اف واي اي فذنين حظ طلاب فخاف جيب لك دكتورة مثلا رايب قلق انطيني مالها اجاك قلها رايب او العكس صحيح نفس الحالة فوق قلق مثل بيوتيفاي انطيني السورس نانو ما لها قلها بيوتي نحفظ انطلاب وقدت لكم منهاية كت جدول اكو نفس مستوع اللي هو باندستيم نفس الطريقة الطابق عليها اقلق هذه فوميك صفكس يقول هاي اضافات اخراوية صفكس تدخل على الكلمة تسويها فعل ما لعلاقة بالاسم مستوع هنا عدها افعال اضافات هسا تجي صفكس فينا هاته الكلمة تحول من اسم الى فعل من صفة الى فعل من ظرف الى فعل مهم تحول لي وتسوي لي كلمة فعل يقول هاي الاضافات شبيه مرة تنلقاها جاي ويا من ويا باون مثل 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 شلون ياب كلمة سانكتفاي هاي بالاصل الطلاب كانت كلمة سانكت هاي هي باون ستيم هاي الكلمة سانكت باون ستيم موحدة ما لها معنى يام تصير لها معنى يا بي من تجي وياها اضافة يام اضافة تجي وياها فقط هاي الاضافة اي اف واي يلا يصير لها معنى زين هاي الاف واي شا اقول علي شا اسم هي او اقول شنو شنو غلاك سانكت ضيف الاضافة من يمك انت سوي ليها فعل ما اضافة اضافة لا فقط هاي الاضافة او صفة ايف واي نفس الحالة مستعوى الاسماء دينش الاخر كلمتين تايلور والدينتيست بس دين الاضافات تضيف الدينت اي اضيف لها التيل بس الور ما اضيف لنا غير هم واضح خلنشوف اللي باعت اش عدنا اللي باعت التمارين اهنا نفس الطريقة اللي مساح لنا بها الاسماء نحلها الافعال شلون يا بي مطنة جمل كم جملة عشر جمل يقول هسا شريد منك فقط الافعال مساح الاسماء لا هنا الافعال يقول هنا الافعال رح تبقاها مركبة شريد منك بالفراغ مثلا خلنأخذ لكم مثال سهل على مو تكون اوضح لكم شوف التاسع اي كانت سوفتن ات هسا الاي سوبجكت كانت سوفتن عبارة فعلية كانت فعل مساعد سوفتن فعل رئيسي ات مفعول به اجل عبارة الفعلية الكانت ما علاقة بها فعل مساعد انا اوالفعل الرئيسي سوفتن سوفتن هاي هي بالاصل شكانت كان الصفة سوفت فاكتب هنا سوفت الاضافة اللي هي اضافت الها الان اكتب الان هنا هذي كميثان اخترت لكم سهل على مو توصل الفكرة لكم نفس الحال اطبق ويبقيت الجمل بالفراغ الاول اكتب الكلمة الاصل هي الفراغ الثاني اضافة بس اه اه هنا عندك بالنقص على فكرة اللاب هاي هاي عبارة فعلية الميفعل المساعد الرئيسي ها نشغل الفعل الرئيسي قلت لكم سترينغذن هيش كانت كانت سترينغذ هاي معناها قوة اسم شا سواء اكتب سترينغذ هنا والاضافة اللي هي الان اكتب الان هاي بس بقية الجمل نفس الحال فراغ الاول اكتب الكلمة اللي هي بدون اضافة يعني الاصل والفراغ الثاني نكتبي الاضافة بس وهي طلاب وصلنا الى اكتب على هاته حلقة نلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة مع الاسلام